بمناسبة ان النادي الزمالك النهاردة رجع محمد صبحي تاني عندنا بعض الارقام لصبحي يا كابتن وليد والنقشك فيها لان دي مهمة جدا لجمهور الزمالك ايضا علشان يعرفوا ان صبحي اه هو صبحي جون كويس وكلام دا كله كين وان شاء الله مع ايمن طاهر وحيزيد لان طبعا ايمن من المدربين المحترمين اللي موجودين في مصر وكان على قمة الهرم في منتخب مصر فريق اول مع كابتن حسين بدري اعتقد مش كده اه طريبا اه تمام معانا بعض الارقام ليه محمد صبحي ناردة على الشاشة الكابتن وليد والنقشك فيها هو موليد خماشوشة ريولو موليد تسعة وتسعين اللاعب لبتروجيت والتحاد سكنداري والزمالك وفاركو اه لعب مباراة وحدة اللي هي مباراة مع الزمالك بقى ضد الجيرانسيون فوت في مباراة العود الدور التاني فاكر المشكلة اللي كابتن عن المرات دي فاكر اللي اتعادت اللي اتعادت ولا الاولانية يا جماعة شارك في اخر 13 دي بعد اصابة عواد وفاز الزمالك واحد سوف يبقى هي التانية هي التانية بالزبط اه شارك مع الاندية دي كابتن وليد 73 مباراة ودخل مرمى 65 هدف وحقق 31 مباراة شباك نظيف تعليق على الفقرة دي لا تبتن يعني هو هو عنده كم سنة دلوقتي هو 99 23 سنة يعني ما شاء الله كمية ده مستقبل بقى بالزبط كمية المباراة اللي لعيبها والاندية اللي راحها ده يعني يبين ان هو عنده خبرات او عنده خبرات اللي هو ما نقلقش من محمد صبح اللي بالعكس انت بتتكلم في راجل او في لعيب لعب 79 مباراة صح؟ 73 مباراة وعنده 23 سنة ما شاء الله ده حاجة تحسب دي خبرات لمحمد صبح الموسم الماضي بقى لعب 29 مباراة يعني حوالي 2600 دقيقة في السنة الفات اه دخل 19 هدف في مرمى متوسط 0.066 يعني ما حصلش هدف في كل مباراة اقل اقل فدي برضو حاجة حاجة تحسب شايفة ازاي لا هي بصها كابتل خلينا نتكلم على محمد صبحي كاركام لانا شاف الاركام ما شاء الله في صفه لكن خلينا نتكلم بقى كامكانيات وقدرات فنية في حراس المرمى لا هو ما شاء الله يعني جن عالي عنده امكانيات عالية مع كابتن ايمان طهر انا شايف ان محمد صبحي هيبقى عالي اوي هو حد كان يتوقع كابتن ان عوادي يبقى كده لا طبع ما شاء الله عليه يعني صح صح ده جايب من بعيد اوي كابتن اوي وكان يقول هيمشي ويقوله الرجل صبر واشتغل شوفه بقى عامل ازاي ما شاء الله عليه صحي هو عنده الاساسيات كمان هو ايمان طهر اضاف له كثير اكيد كابتن ايمان طهر مع محمد صبحي اعتقد ان الامور هتبقى في صالح ننزم لك بشكل كبير ان شاء الله هو حقق 17 مباراة كرينشيت ودي اكبر تاني رقم بين حراس المرمى في الدور تبتخيل 17 مباراة 17 وهو لعب بيلعب مع فاركو ما بيلعبش مثلا مع فرقة تقيلة يعني يعني بتروح لها مثلا هجمات كل مثلا ثلاث دقيلة ده فاركو كل ثانية اكيد الفرقة كلها شبه بعض اه طبعا فدي برضو رقم شايفه ايه من وقت نظرك كابتن انت معادي دلوقتي بعض الحراس في بعض الاندية اساميها كبيرة وخبراتها كبيرة ان انت 17 مباراة وتلعب في فاركو ما يدخلش فيك هدف اي فدي حاجة تبين برضو الحتة الدفاعية دي مهم برضو زائد المهارة بتاعته اللي هو ربنا موفقه فيه اللي هو ما يدخلش فيه هدف صح صد كرة برضو رفع عليك تحت العرضة ايوه صح انا فاكر يعني ما شاء الله اه يعني يمسك الخشب لا اه اضافة قوية جدا لنذر الزمالك وهو هيبقى مستقبل لنذر الزمالك ان شاء الله اخيرا مع منتخب مصر اولمبي اه انه كان قابلي كده مع منتخب مصر اولمبي شارك فيه كأس اولم افريقيا اه تحت 23 سنة وفاز باحسن حارس مرمى في هذه البطولة ولعب الخمس مكشته كابلي ان شاء الله ام وتواجد كمان فيه القايمة في الفريق اللي مسافر توكيو اولمبياد توكيو يعني الولد لعب اولمبياد لعب كاس اولم افريقيا اه لعب محلي تربية منتخبات بالزبط يعني كلمة تربية منتخبات دي مش اي حد يفهمها كابلي او مش اي حد يحسها اللي انت بتتربى في المنتخب وانت اه صغار في السن وبتروح كل المنتخبات او تجمعات او بتلعب دي حاجة بتبقى اضافها ليه هو شخصيا وللنادي اللي بيلعب ليه فبالتالي محمد صبحي انا شايف اللي هو لعيب دولي لعيب عنده امكانيات لعيب اه عنده اه مهارات فردية طبعا في حراس المرمى واضافة كبيرة جدا واعتقد ان مش هيبقى فيه فرق بين عواد واعتقد لهم نفس الستايل عواد وصبحي اللي التين تعم برابع عليك تحصل لهم طول واحد و يعني صورة رد الفالة عالية اه صورة رد الفالة عندهم الاتنين اه الاتنين عندهم اراك ويسا او الليه اللي برو وجسمهم زي بعض حد اللي برو دي بيعمله بشكل كويس بيعمله كويس برو فعليك فلا اضافة قوية جدا اه احسن من ناس كتير بسرعة اشتركوا في القناة